نشطاء إسلاميون ويساريون يوقعون على عريضة لمنع فيلم أطفال بسبب تشجيعه على الشذود الجنسي وقع نشطاء إسلاميون ويساريون على عريضة للمطالبة بمنع فيلم الكارتون الموجه للأطفال حارس الفضاء بسبب تشجيعه على الشذود الجنسي وعلى رأس الموقعين على هذه العريضة الذين تجاوزوا الأربعمائة الشخصية الشيخ الحسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي وعبد الصمد بالكبير الفاعل الثقافي والسياسي وعبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وعز العرب الحلو رئيس الجمعية المغربية لحماية الطفولة والأكاديمي إدريس مقبول وذكرت العريضة أنه بعدما رفضت عدد من الدول العربية الإسلامية عرض فيلم حارس الفضاء الموجه إلى الأطفال بسبب المشاهد المشجعة للشذود الجنسي تستعد بعض القاعة السينمائية المغربية لعرض الفيلم الأحدى المقبل في كبريات مدن المغرب خاصة الرباط والدار البيضاء كما ورد في بعض وسائل الإعلام وأضافت العرضة لذا فنحن الموقعون أسفله الشخصيات من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية والإعلامية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني نستنكر هذا الأمر الشنيع وندعو الجهات الرسمية إلى وقف هذا العبث الذي يرمي إلى إفساد فلدات أكبادنا ومسخ دينهم والإجاز على ما تبقى من مرؤتهم وأخلاقهم كما دعا الموقعون كل الغيورين من أحرار وحرائر الشعب المغربي المسلم المعتز بدينه والمتشبت بأخلاق وقيمه إلى التصدي لكل المخططات الرامية إلى هدم صروح الأسر المغربية وإلى استهداف أبنائها وبناتها خاصة بعد التطبيع الجهات الرسمية مع الكيان الصيوني الذي يقف خلف هذه الظواهر ويشجع عليها